اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب تأييد الولايات المتحدة الكامل للرد الاسرائيلي على ما اسماه وابل الصواريخ التي اطلقت عليها من غزة داعيا في الوقت نفسه الى انهاء الهجمات وطالب ترامب بانهاء العنف والعمل على تحقيق السلام قائلا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ان مثل هذه الافعال لن تحقق لهم اي شيء سوى مزيد من الشقاء على حد تعبيره من جهته عبر الرئيس الفرنسي ايمانيويل ماكرو عن ادانته الشديدة لاطلاق الصواريخ من غزة واكد دعمه للوساطة الاممية والمصرية الساعية لتحقيق الاستقرار والامن